اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفتحة اللي بتدخل منها الكاميرا الثقوب هو عبارة عن 10 ملي واحد سانتي بس وهذا بكون داخل تجويف السرة عادة ولما نخيطه اخر ايشي ما ببين نهائيا لانه هو اصلا السرة نازفة اذا هاي واحدة من الحسنات انه ما بيترك اثر على الجلد بالضبط والفتحات الجانبية اللي بنستعملها للأدوات الجراحية بحال انه بدنا نعمل منظار جراحي مش تشخيصي هي عبارة عن 5 ملي كل واحدة فلو انا عملت باسوأ الاحوال ثلاث فتحات زيادة عن فتحة الكاميرا عم باخد خمسة 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 عشر ملي انفرائين انفرائين وبالتالي هادول خياطتهم تقدر تتخيل كيف زي كأنه الوحدة تعرضت لخدش بسيط في جدار البطن وذات ست انتهى فهو من ناحية تجميلية كتير حلو عزيب هلأ جراحة المنظار ممكن تكون جراحة يعني جراحة علاج وممكن كمان للتشخيص ولا أطفال أنابي خلينا نبدأ بالتشخيص شو التشخيص اللي ممكن المنظار يشخصه التشخيص مندخل بالكاميرا اللي حكيت عنها بفتحة السرعة منعب البطن غاز بهدف انه نعمله مثل البلون الأعضاء تبعد عن بعض تتفرغ تتبحبح الأعضاء عن بعض نقدر نشوف بينها وحواليها بنقدر نشخص إذا فيه بطانة رحم مهاجرة في جدار البطن من جوه عم بحكي من جوه هلأ من هون أنت عم بتشوف الرحم وقنوات الفالوب والمبايد من بره من بره كله بالضبط فإذا فيه أكياس على المبايد هيك عم تحكي بتبين هلأ منشوف المبايد كمان إذا عليها أكياس إذا عليها أورام إذا عليها تكيّسات تكيّس المبايد هذا كله ببين معنا هلأ من ناحية القنوات إذا فيه تجمع مي جوه القناة ببين إذا فيه دم داخل القناة مثل الحامل خارج الرحم بتبين إذا فيه استسقاء إذا فيه التهاب بالقناة نفسه كله ببين ومنقدر ناخد عينات منه للزراعة بهدف العلاج بشكل موجه لهالالتهاب هذا مش علاج عشوائي أوكي؟ هلأ منحكي عن الرحم الرحم ببين سطحه الخارجي إذا كان فيه تشوهات مثل الرحم ذو القرنين أو وحيد القرن أو الرحم المقوس هذا كله ببين معنا نقدر نحكي عن الألياف الألياف بتبين سهولة معنا أو التصاقات الرحم مثلاً واحدة عمليات سابقة قيصريات لنفرض ورحم عمل التصاقات بجدار البطن ومسبب الألم مزمن هذا كله ببين معنا هي شوه التصاقات بالظبط؟ التصاقات هي عضوين المفروض ربنا خلقهم منفصلين عن بعض زي مين؟ زي الرحم وجدار البطن زي القنوات والأمعاء فبالتصقوا في بعض؟ بكونوا ملزقين ببعض بالظبط هاي هي فبيجي بالمنظر التشخيصي التشخيص بنشوف هلأ أنت دكتور بيكون قدامك شاشة يعني مصبوط أنت بتكون حطيت المنظر ولكن أنت عم بتحرك المنظر وبترائب بالشاشة بتطلع التلفزيون اللي قبالي حلو إذن هذا بالنسبة للتشخيص وشو كمان ممكن نستخدمه؟ ممكن جراحة الجراحات خيراً نمشي معناته شو العمليات الجراحية اللي بنقدر نستخدمها باستخدام اللابروسكوبي؟ يعني بدك تقولي ألمست كل شي معدى الولادة القيصرية هاي مش ممكن نتتم بالمنظر يطلعش بالأمبو صعب يطلع بالأمبو هلأ العمليات المنظر هي عمليات واسعة جداً عم نحكي عنها بطانة رحم مهاجرة ممكن نكويها نستأصلها التهاب في الحوض ممكن ناخد منه عينات ونعالج التصاقات ممكن نقصها إلي تعليق على موضوع الالتصاقات بس إنه ممكن نقصها أمبوب مستسقي مانع الحمل ممكن نقيمه أو نفتحه وننظفه حمل خارج الرحم داخل الأمبوب برضو ممكن ينقام تشوهات الرحم بعض الناس ممكن يعملوا الرحم ذو القرنين ممكن يتصلح تصليح كامل ويرجع الرحم إطعى واحدة مش مشوه بالمنظر الألياف ممكن تنقام بالمنظر الرحم كله ممكن ينشال بالمنظر عملية استقصال الرحم كيف هلأ في واحدة كاميرا من خلال هدو للثقوب من خلال الثقوب الجانبية بالضبط من نقوي ومن قص من نقوي ومن قص لحد ما الرحم كله ينفصل عن المجاورات بجدار الحوض وبالتالي بآخر إشي منقدر نسحبه عن طريق جهاز صغير كتير بفروم الرحم بحيث أنه يطلعوا أجزاء لأنه أنا قلتلك أكبر واحد فيهم عبارة عن خمسة ملي هلأ الرحم قبضة الإيد مش هيك تقريبا؟ تقريبا نعم طبعا إذا ما كان فيه تضخم أو ألياف هلأ فيه واحد من الثقوب بيكونوا مدخل زي إشي بيفرمه؟ بالضبط وبشفطه؟ صح واو ما معقول العلم أديه عم بتقدم؟ نعم طيب لو نحكي دكتور عملية استقصال الرحم لو كانت إذا ننقارن بين استخدامها باللبروسكوبي أو المنظار أو بعملية استقصال الرحم العملية الجراحية؟ التقليدية التقليدية الوقت أصار طبعا عملية استقصال الرحم بالمنظار بضعة أطباء فقط اللي هم مدربين تدريب كافي يؤهلهم إنهم يعملوها أوكي مش الكل بقدر يعملها هي عملية تعتبر ضخمة جدا بس بأيدي ناس متدربين بقدروا يعملوها خلال ساعة ونص ساعتين أوكي ببنج كامل بنج كامل أو نصف يعني بتنعمل بنج كامل أو نصف نعم ميزتها إنها يعني تبعها كتير سريع المضاعفات تبعتها قليلة المريضة ممكن تروح البيت هي مش ممكن نحنا 99% نروحهم تاني يوم الصباح البيت وخلص منخليها فترة بقية الليلة تبعت العملية من واقبها ما صار إشي باي باي على البيت تاني يوم الصباح والناحية التجميلية غنية عن الزكرة طبعا طيب دكتور نحنا دائما هدفنا بهاي الفقرة الصحة مع الأطباء لأن نحنا كتير من آمن إنه حق المريض للمعرفة دائما يعني فنحنا أي موضوع منتناوله بيكون حق المريض يعرف فهلا مثلا نحنا النساء اللي بترددوا على أطباء النسائية مع الاحترام طبعا لجميع الأطباء والتخصصات يعني هل ممكن هي تستفسر من طبيبها مثلا إذا بدوا يعمل مثلا كياس على المبايد أو أي عملية ممكن هي تستفسر من طبيبها إنه ممكن جراحتها في المنظر حقها إنها تستفسر ولكن دكتور أنت عم بتقول مشكل يعني هو بيحتاج لطبيب متخصص في جراحة المنظر خبرة مع شوي التخصص نعم كيف بقدر المريض يعرف يعني بتسأل دكتورها دكتور طب أنت بتعمل جراحة منظر أعتقد هاي الأمانة الطبية بتلعب دور فيها لأنه كل الأطباء بيتدربوا على المنظر خلال تدريبهم ليصيروا أخصائيين بس بعد فترة بتتطور المهارات بشكل معين إذا كان عنده عنده طبيب معين بهالمجال هذا والممارسة بالضبط طيب دكتور بعم بتقول لي أنه ممكن عملية استقصال كيس على المبيض أخذت معك 25 دقيقة 24 دقيقة 24 دقيقة وهي محطوطة على يوتيوب محطوطة على يوتيوب نعم 24 دقيقة من خدرنا المريضة من لما دخلنا الكاميرا كيف بتصير هاي بالضبط يعني نعمل فتحة إم العشوة من اللي من عند السرعة مندخل في الكاميرا فيها منعب البطن بغاز نبعد الأعضاء ونقدر نشوف جوه بفتحتين جانبيتين خمسة ميلي خمسة ميلي ندخل مندخل الأدوات الجراحية وتحت إرشاد الكاميرا اللي داخلة من السرعة منسلخ الكيس منسلخ البطانة الداخلية تبعته اللي هي سبب الكيس نبعتها لفحص الأنسجة بنطمن عليها طلعت سليم الحمد لله ومسكر العملية كلها توقع ستلت ساعة طيب هلأ هاي عمليات يعني عم بعرف أنه في منها تخدير وممكن يكون تخدير كامل طبعا أو نصفي شو لازم تعمل المريضة لتحضر حالها قبل عمليات العملية لازم تتلهمت لأي عملية تجيني صايمة على الأقل ست ساعات قبل العملية صايمة سيام كامل هذا الشوم بعملوا عشان جست إن كيس بدها تاخد بنش كامل بنش كامل استفرغت ما يتم ارتداد الأكل من معدتها يدخل يطلع لفوق ويرجع يدخل بالحنجرة عريقتين هذا أهم شيء هذا أخطر شيء هلأ إذا بتاخد أدوية ممية على الدم مفروض نتلاعب فيها بشكل ما يعملنا نزيف داخل العملية مثل الأسبيرين أو الإبر إذا بتاخد أدوية للضغط أنا بهمني إنها تضلت أخدها عشان يكون ضغطها مستقرة خلال العملية بس مع شفطة مية صغيرة بها من المنطقة اللي بدي أدخل فيها ما يكون غزيرة الشعر يتتم حلاقة وما منحب الحلاقة بنفس ليلة العملية بتعمل الالتهابات قبليها بيومين ثلاثة تضبط أمورها تيجي متهيئة نفسيا بلها تيجي قبل كم ساعة على المستشفى بحيث أنه يتم عمل فحوصات الدم المناسبة إلها حسب وضعها الإدخال التأمين موافقة إذا عندها تأمين التمريض يعطوها مضاد حيوي يهيئوها التهيئة العامل للعملية طيب وبعد العملية قد بدها إنعاش يعني هي صاحية لأنه عم تقول ممكن ممكن نصفي بس بعد عملية خلصنا مثلا العملية بالمنظار شو بتطلب منها المريضة طيب هلأ بدها تصحصح من البنج أو حتى لو كانت صاحية بدها تقعد لها ساعة هيك مراقبة حثيثة خلل نقوم بغرفة المراقبة ما بعد العملية بهذه الساعة نتطمن عليها ما في أي مشاكل بطلعوها على غرفتها تقعد ثلاثة أربع ساعات أمورها كويسة والدكتور يعني برأيه إنه العملية طواز سموث وما في أي مشاكل شيء هنجو هوم يعني بنفس اليوم بتقدر تروح بنفس اليوم وعم بتلاحظ دكتور يعني من خبرتك وعملك بجراحة المنظار إيش بيكون عادة أكتر رد فعل أو أكتر زي ما نقول أراء الستات اللي بيجروا هدول العمليات مبسوطين بيكونوا مبسوطين كيفين إنه ما أخذ يمكن فترة طويلة ما أخذ فترة وبنفس اليوم روحت وما تعطلت عن شغلها وبي ذوي يعني حتى لو عملها إداري الست وما أعتقد في ست عملها شاق لو عملها إداري ومكتبي ضمن شركة ممكن وذين فيو دايز ترجع أنا عملها بالضبط عزيم إذن دكتور إحنا بنشكرك عرفتنا على لابروسكوبي أخيرا بتحب توجهها للناس اللي بيكونوا مهتمين بها الموضوع الطب عم بتقدم في شغلات جديدة بتطلع كل يوم من حق المريض أنه يعرف عنها ومن واجب الطبيب أنه يبلغوا عنها حالي ونتملكم الصحة والسلامة شكرا دكتور عبدالرقوف رياض استشاري نسائية نقص الخصوبة وجراحة المنظر بحب أقولكم إذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن جراحة المنظر لابروسكوبي ممكن فيه لدكتور عبدالرقوف رياض على يوتيوب عنده كتير عمليات مصورة تقدر تأخذوا مع المعلومات أكتر عن يوتيوب أو من الإنترنت شكرا دكتور أهلا فيك شكرا لكم